موسيقى فيه سرعي كده عايز اقولكو عليه قبل ما بنتخ ييجي بصوا بقى الاسبوع الجاي عيد ميلاد بنتخ وعيد ميلاد بنتخ على فكرة هنعمله مع عيد ميلاد البرنامج ان شاء الله يعني البرنامج ان شاء الله هههيكمل سنه بس في انتخ هيكمل سبع سنين المهم بقى كل صحابنا اللي عايزين من يجو يحضروا عيد ميلاد بنتخ معنا يبعتولنا من دلوقتي على طول رسائل على رقم الرسائل بتاعنا ويكتبوا اسمهم ويكتبوا سنهم ويكتبوا في الماسج دي عيد ميلاد بنتخ انتفقنا؟ يبقى كل عايز يعطي عيد ميلاد بنتخ من دلوقتي بقى على طول يبدأ يبعت الماسج دي عشان ان شاء الله هنصوره الاسبوع اللي جاي ان شاء الله انا دلوقتي بقى مستنى يا بنتخ يعمل حاجة اللي انا ظلبتها منه ونشوف هيجي امتى؟ يالا يا صحابنا يا حلوين ما تخشوا بقى انتوا لو عفين برا كده خشوا 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 يا اسحابي ملكو مكسوفين ولا ايه زيكم. فيه ايه? يا صباح الخير يا صباح الخير. يلا كلكم قعدوا. صباح الخير يا ماما سلمة. خشوا يا اصحابي ملكوا كده فين برا كده انتم محتاجين عزومة. خشوا على طول يا سلم. بنتخ بنتخ ايه دا شوية. يا سلم. انت هايبر كده لايه حبيبي هالصفحة. نعم. ايه دا شوية. في حاجة بل ايه? خشوا خشوا. خشوا يلا يا اصحابي. يا واحدة بنتخ. ايه يا لا ما هتفضلوا. سمع فين عالباب كده مش فاهمهم يعني قلت خشوا بقى يا أصحابي مش فاهم فاهمهم عكيدة. ما نرقيا عامدة? بحشينة. اه بحاجة بك عالو بالحظة. لكو شوقة. ليكو شوقة. نعم. ايه. من الهردة مش هادر اتكلم هوسا كويس. ها اه. سلامتك يا مهما سلم. فيه. خسوا شواط صوتك شوية يجب. مفضل. خشوا خشوا خشوا. خلاص. سمعها اتفضل اه لما نقول لما نقول ضيف عندنا ان هو يدخل البيت نقول له ايه اتفضل يا بنتخ اتفضلوا ايوا اتفضلوا مش خشوا خشوا ايه ده ايه ده ايه ده بيتهم ومترحهم يعني ماشي يا ماشي ده بيتهم ومترحهم بس اتفضلوا بنتخ كل مرة ايه ايه من على السلم ويمشوا كده مش مشربوش حاجة ممشنفع يعني برضو ممسلمة برضو يا بنتخ يا حبيبي لازم نكون زوق كده وإحنا بنيكلم عن ناس زوق أيوة زوق ايه بقى موضوع الزوق ده بقى يا ممسلمة بقى دي تاني مرة اسمع الكلمة دي تاني مرة اسمعها من مين انبارح برضو على اصف دحت الباب ودخلت كده على بابا في البيت لهيت بابا بيقول لي ايه يا حبيبي ده المفروض تخبط على الباب مفيش زوق ايه ده والطول يا بابا لقد دورت كده في جيوبي مفيش زوق مفيه افتكرت الزوق ده مثلا ايه مفروض مثلا بمعايا فوطة امسح بيها وشي ولا حبش معها الزوق زوق ايه زوق ايه بتاعي نعم يا ممسلمة وانت عايزت تفهمني ان انت دخلت القوضة على بابا من غير ما تخبط على الباب وتتأذن الاول ايه يا ممسلمة ده بابا ايه بابا بابا ماما نعم مننا وعلينا يعني يا حبيبي ده حتى لو اخوك الصغير يعني مش حتى مش لازم شرط تحدي كبير ده حتى لو اخوك الصغير ما ينفعش تدخل عليه القوضة كده لازم تخبط الاول وهو يقولك تفضل هو ده الزوق هو ينفع ندخل على بابا او ماما اي حد اي مكان كده على طول من غير ما نخبط لا طبعا لا ينفع تدخل على اي حد مكان من غير ما تخبط يا بنتخ ينفع طب تروح عند ناس تدخل كده البيت على طول مش لازم تخبط الاول وهما يأذنوا لك بالدخول يقولولك اتفضل صح؟ اسحى كده برضو حتى لو في البيت حتى لو عايشين مع بعض حتى لو بابا ماما اللي هم اقرب ناس لنا واخواتنا برضو يا حبيبي ده زوق برضو لازم نخبط الاول لازم نستأذن استأذن دي حاجة مهمة جدا يا بنتخ ده من الزوق يعني انت تحب تبقعت في القوضة بتذاكر او بتلعب او اي حاجة وحد يدخل عليك يا مرة واحدة لا طبعا حتى بابا وماما مفورد يخبطوا علينا قبل ما يدخلوا اي حد لازم يستأذن وهو داخل على اي حد صح كده؟ صح هو ده الزوق بقى اه لا الزوق حاجات كتير يا بنتخ مانتي بقى قلتلي ساعتها انت لك انت لازم تاخد بالك مانتي بقى في حد يقول لحد كدير مانتي بقى مانتي بقى قلتلي بقى مانتي؟ ايه يا ماما سالمة في دي فيها اي را اخر دي؟ لما نكلم حد كبير نقول له مانتا ولا نقول حضرتك حضرتك اخص عليك يا بنتخ في ايه يا ماما سالمة؟ مانك النار دي يا بنتخ وحضرتك زعلانة ولا عندك برد ولا ايه بالزبط ايوة تعبانة واندي برد عندك برد؟ طب يعني اقول انت عندك برد ولا حضرتك عندك برد معليش بس عشان انا بفهم يا لازم لما نكلم حد كبير يا بنتخ ايوة نقول حضرتك او حضرتك اوة احترام برضو من اداة الزوق من ال اداة العامة ان احنا نقول كبير حضرتك او حضرتك حضرتك صح لازم لما نتكلم حدي كبير نقول له حضرتك أو حضرتك اللي قدينا نقول لهم انت وانت عادي ها يعني لما اطلب من اصدقائي ان هما يقولوا اسميهم اقول لهم قولوا اسميكم يا اصدقائي مش حضرتكم بقى يعني عشان هما في سنة كده اه لو في سنة عادي تعلمت انا هو الحمدلل اللي تبراح نوتي صوتنا برضو ده من الزوق حاضر يا ماما سلم ماشي؟ مقولش خشوا اقول اتفدلوا اه اتفدلوا اقولوا اسميكم بقى يا اصدقائي اتفدلوا اقول لنا يلا اسميكم عادينا اتعرف عليكم يلا افدائي فاطمة فاطمة فرح محمد محمد علي علي صباح الفل صباح النوم فطرتك مين مفطرش انا اقولوا الحقيقة انا مفطرتش محمد مفطر يبقى فرح مفطرش فطرتي اوكي بس كلكم كده تمام بس هتلعب رياضة ازاي محمد لازم نبقى قويكة ونفطر كويس انا برضو ده بكرت شكشوكة بانت اخجال شكشوكة شكشوكة ومساقعة الصفح مساقعة الصفح مساقعة ينهر ابيض بس ما اعتبر مفطرتش اوه لا ده انت كاد غديت فعلا كبات الشاي باللبل حتى ملحقتش بقى قالك يلا الحق الهوة ايه بس ومساقعة الحق الهوة الحق الهوة فقامت جاي جاري على تو عشان الحق الهوة ميش يا بنتوخي بظهر بقى انا حقيقة خدت برد بقى من الهوة ايه رأيك بقلش او بقول قلشات لا 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 قلشات لا 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 قلشات مش حلوة والناس كتير بتقول هالي فازات مرد صحيح والله بلهم على الهوة يقولولي حزب تاخدي برد احسان صغير بقى فلسه ببتدي يعني ببتدي القلشات اللي الناس قالتها من زمان ايوه ميش يا بنتوخي طيب انتوخيولي كده بس بسرعة جدا جدا قبل ما نروح نشوف بقى عصام صاحبنا ايوه 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 اللي بنتوخ عمله كده النهاردة او اللي قاله كده بسرعة ملكوش رأيي في الموضوع ده اتواليس مش حسيني انه هو قال اي حاجة غريبة كان يقول الكلمة انتي ومس حضرتك اه وطنبير خشة ومس حضرتك طيب انتو بتقولوا ايه بقى انتو بتقولوا للكدير ايه بجد يعني عادي ممكن يبقى فيه صحابنا اطفال لسا مش عارفين انه المفروض يقولولي الكبير كده عادي يعني ممكن نتعلم النهاردة مع بعض يعني صحابنا اللي بتوراجعنات الوقتي ممكن يبقى فيه منهم حد برضو زي بنتخب يقولي الكبير انت او انتي الوقتي ممكن نتعلم مع بعض ان احنا لا نقولي الكبير ايه اه او ممكن بجده مثال ما حد ما اسمعش يقولي اه اه عندما اماما تقولي يا حبيبي قول نعم نعم اه صح اه ماذا مش زوق زوق اهو او مش زوق يا حبيبي يوتي صوتك زوق طب حتى اقول زوق بزوق حدريتك بس النهاردة صوتك تعبان قول تعود ايو اصح يا بنتخ الدفان بتعود صوت النهار تعود طيب لكن انتو مش بتعملين الحاجات اللي باندخ على بجد لا 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 نص نص قوليلي يا فروح إيه اللي حاجات اللي بتعملها بص ما كنتش حارفة إن هي لأ المفروض ناخد بالنا منها بمي أحياناً بروح أنه وأنتي بس ما كنتش حاسة براء بقولها يعني يعني يقول لها انت يعني يحليك عينا ساعت بتعدي كده في وسط الكلام هو فعلاً هي ساعت فان في وسط الكلام بتاعدي لكن القاعة بتاعتنا أو الحاجة اللي المفروض ناخد بالنا منها إن أي حد كبير نقوله إيه وحتى لو عدت مع ماما وبابا لانه هم ماما وبابا بس مع اي حد تاني المفروض ناخد بنا كويس يخبط على الباب وهو داخل ايوه طبعا لازم نخبط على الباب ينفع اي حد يدخل عليك وانتو بتذكروا في القوضة كده من غير ما يخبط عليك وانتو فما بالكو بقى لو بيدخل على حد كبير لازم نستأذن صح طبعا ويقولوا تفضل يوم داخل صحي كده يقولو ما يقولش خش صحي كده صحي انا مذاكر كويس اتفضل دي كلمة جميلة كانت طي انا عايزة كل صحابنا يتابعونا طول الحلقة النهاردة على تليفوناتنا اللي مكتوبة قدامكو على الشاشة علشان نشاركونا في موضوعنا النهاردة وان شاء الله كمان معنا النهاردة لعبة حلوة وجديدة هي مش جديدة هي جديدة هنا هي قديمة انا كنت ملعبها هون صغيرة جميلة جدا جدا عايزة كمان صحابنا كلهم يشاركونا بالتليفونات في اللعبة دي طيب دلوقتي هروح نشوف أصام والمسباح أصام المسباح النهاردة هيتكلم عن قيمة مهمة جدا حاجة مهمة جدا لازم تكون عندنا كلنا وهي الصدق نحنا منجدبش دي حاجة برضو لازم تكون عندنا كلنا إن شاء الله طيب تعوروا مجعنا بفاقرة الرياضة نشاط؟ انا النهاردة نشاط خالف يا كابتن خيل سبعة الفل سبعة الفل عملي ايه؟ الحمد لله انا برضو عندي شوية برد كده بس الجو صعب قوي اه لازم بخلقكو ونفسكو اوكي؟ اوه فعلا وفي الايام الجاية دي مثلا لو حد حاس ان الجو ممكن يبقى حر شوية وكده تمام؟ لا ما حد يعني ما تقلعش الجاكت ما تخففوش الرياضة اللي كليكو لسها معلش برضو اه لغاية بس همشيتها يخلص عاملين ايه؟ معلش بايسين نهاردة احنا نسخن وهنلعب لعبة هنستخدم فيها عضلات الجسم كلها هيا لعبة شوية بتضحك تمام؟ بس احنا هنستخدم فيها عضلات الجسم كلها بس كويس انها بضحك اه اه ده هم يضحكوا جابت بس لما نيجي نسخن دلوقتي احنا دايما التسخين ده بيبقى لي علاقة بالتمرينة بمعنى يعني مثلا لو احنا بنلعب كورة تمام؟ فاحنا التسخين بتاعنا ممكن يبقى معظم التسخينة على العضلات اللي احنا هنستخدمها كتير في اللعبة ايه العضلات اللي احنا بنستخدمها كتير في اللعبة كورة القدم؟ الرجل فاحنا معظم تسخينة بيكون على عضلات ايه؟ الرجل لو احنا مثلا بنلعب هاند بول كورة يد يبقى ايه العضلات اللي احنا دايما ممكن نستخدمها كتير؟ الايد فلما نيجي نسخن نسخن عضلات ايه؟ الايد الايد صح؟ وطبعا بنسخن الجسم كله بس ده اللي احنا بنركز عليه عشان ما يجناش حاجة اسمها الكرام او اللي هو الشد العضل تمام لو نقول ايه ده عضلاتي واجعاني وكبه تمام؟ احنا النهاردة هنلعب اللعبة هنستخدم فيها الجسم كله ايدين ورجلين وجسم تمام تمام؟ فاحنا هنستخدم دلوقتي الجسم كله فهنعمل دلوقتي تسخين لايه؟ للجسم كله للجسم كله طفعنا؟ جاهزين؟ كلكو اعملوا قديكو كده ready جو واحد اتنين ثلاثة باع خمسة ستة الكوع سابت وبس بعمل الراوند كده اوكي؟ رافا سبعة كوع سابت بعمل الراوند ثمانية تسعة عشرة نفرد ادينا الراوند بقى هيبدأ من مفصل الكتف واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة عشرة نبدأ نسلد ادينا وهنعمل الراوند للايد للكاف بس واحد اتنين ثلاثة ثلاثة أربعة لا خمسة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية يد التانية واحد اتنين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية كده احنا عملنا ايه؟ عملنا الدراعات كلها كل مفصل في الدراع كله ثمانية لسه ايه فيه مفصل فوق الرقبة الرقبة صح؟ طيب واحد واحد بس دي لازم نعملها بالراحة نين اتفقنا نين نين ثلاثة 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 خمسة ستة 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 سبعة ثمانية الآن فيه هنا نفصل عملناه وكل المفصل دي عملناه ننزل تحت شوية فيه هنا مفصل اسمه مفصل ايه؟ الحود او الوسط اوكي؟ واحد واحد اتنين اتنين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية نرفع رجلينا رجل واحدة بس واحد اتنين ثلاثة ممكن تعمل الراوند وتحط رجلك على الأرض عشان تعمل بلنس وبعد كان نبدأ تاني ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة خمسة ستة ستة سبعة ثمانية ثمانية الرجل التانية لو انت عايز تثبت تركز على نقطة في الأرض حتى لو هي مش موجودة يعني مثلا ممكن أبص في الحتة دي وأفضل تثابت أفضل بصلها هثبت اتفقنا واحد اتنين اتنين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة خمسة ستة ستة سبعة ثمانية ثمانية لا خبطنا في بعض طيب هنحط كعب رجلينا على الأرض وهنعمل واحد واحد اتنين تلاتة ثلاثة أربعة خمسة خمسة ستة ستة سبعة ثمانية ثمانية الرجل التانية واحد واحد اتنين ثلاثة تلاتة أربعة ثمسة ستة ستة سبعة تمانية صلعة تمانية كدة عملنا كل المفاصل طفح انا نبدأنا اتحرك بقى طب 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 طيب هنسرع شوية دايما بيد عكس الرجل يعني لما جبقة فيه رجل بتطلع فيه ايد بتتمعها كده اهو ايد عكس الرجل من يقدر يزبط الحركة دي شاطر ليه مش مفرودة كده بتبقى متناج طب هنسرع اكتر جو سوحدش يطلع لقدام ليه نطلع لقدام خليك في نفس المكان الجري في المكان يومي اسرع اسرع اللي جاية مين هيبقى اسرع مني رادي جو جامد 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 مين 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 اسرع استوب ترعيا سرابو يا احمد برافو نفتح رجلينا ومي محمد بسرعة ننزع على رجلينا يمين ونسبت واحد كده احنا بنعمل حاجة اسمها استراتشات استراتشات افرد ركبك برافو عليك مين هيعد بصوت عالي برافو واحد ثان ثلاثة اربعة افرد ركبك خمسة ستة سبعة الرجل التانية هم تمان عدات بس الرجل التانية تانية لا بالراحة 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 محمد ادك الاثنين ادك الاثنين ساهم حاجة افرد ركبك يلا نلعب هيك هتودعك شويا هت автом يلا نلعب حسنت ان انت فوقتو صح حسنت ان احنا فوقنا طيب عايز فري الولاد يقف هنا فري البنات يقفوا هنا أوكي تعالو بنا تعالوا 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 دلوقتي كل ولد كل ولد هينافي بنت اتفاقنا وهنعملها مجموعات يعني مثلاً مجموعة واحد وانت مجموعة واحد ؓفنا مجموعة اثنين مجموعة اثنين مجموعة ثلاثة مجموعة ثلاثة دلوقتي إحنا هنعمل لعبة مما سلمة اسمها السبقات العجيبة quêلعبات العجيبة أي سبق؟ أي سبق تمام؟إحنا بنشوفه بيبقى بالرجلين بنجري عادي إحنا النهاردة بقى هنعمل كل السبقات تمام؟ بس ما فيش رجلين يعني مش هينفع نحط رجلين على الأرض ؓفنا عقعده على الأرض اعودوا على الارض نفرد رجلينا قدام تمام نحط ايدينا نسند با ايدينا اهو دلوقتي لو رفعنا وسطنا من على الارض همضطر اللي احنا عايزين ايه نمشي محدش يبدأ انا دلوقتي هسألكوا سؤال وانا ببدأ الحركة دي ايه العضلات اللي شغالة في الحركة دي اهو وايه كمان وايه كمان مرافو عليك يبقى عضلات ايديا كلها شغالة وعضلات رجلية وعضلات اللي هي الكورمسلز اللي هي عضلات وسطي اللي هي البطل والظاهر والجناد اتفقنا اجهز مجموعة واحد هنعملها دلوقتي بالراحة مش هنعملها سريع مجموعة واحد ماشي مجموعة اتنين مالتو السريع دلوقتي تلاتة دي مش مزابقة احنا لسا بالحركة بالحركة طيب اللي جاية بقى سبرنت نفس الحركة بس سبرنت سبرنت دي سدي يعني يعني سريع اه اوكي رادي ستنى ستنى ايه ايه نفسها بس بسرعة نفسها بس بسرعة نفس الحركة بس بسرعة هزنجها رادي مين هيكسب كلنا؟ لا مجموعة واحد جو اه 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 وصلتوا مع بعض مع بعض نفس النتيجة مجموعة كنين جو واقعت واقعت كملي مجموعة تلاتة 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 جو تمام 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 بسرعة 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 م Prinzip برافو 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 واحد صفر ليك هنعمل نفسي الحركة بس تضاهروا كلية مجموعة واحد ارفع وصلك منها الارض رادي جو مجموعة اثنين جو مجموعة ثلاثة جو شاطر برافو عليك ساحلها والله صعبة طيب مين عنده تمرين نقدر نعمله في السباق العجيب ده يعني مين عنده اختراع نقدر نعمله فكره على رجلنا كده ماشي اجهز بس هطلب منكم طلب هطلب منكم طلب اللي احنا نميجي نمشي لو منيجي نمشي مش عايزين مخبط كده يعني احنا بنوسع الحركة بنوسع الحركة اه بنوسع الحركة انما مش بنخبط جامد زي رجلينا اه بنخبط جامد زي رجلينا اه انا اجهز واحد جو بنوسع الحركة بنوسع الحركة رافو مجموعة اثنين جو جمام مجموعة ثلاثة جو اخر حاجة اخر حاجة علشان نضحك هنعمل نفس التمرينة دي بس ضهركوا لي مجموعة واحد وش تكناك هتمشوا ازاي بقى مجموعة واحد ارجعوا ارجعوا مجموعة واحد ready go ايه ده ايه ده مجموعة اتنين جو سرعة فسرعة مش مشكلة عين الكامل كامل 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 współفور كامل اثنوعة ثلاثة عايز يتفرج عليكم. ايه ده? حسل يا عزر. يلا بكاوس. برافو عليكم. شطار برافو عليكم. سعبة كبيرة سعبة كبيرة. برافو عليكم. اتبسطته? طيب فرييل الولاد تعالوا وقفوا هنا بسرعة. فرييل بنات وقفوا. وقفوا هنا بسرعة. تعال تعالوا وقفوا. احنا النهاردة غير اللي احنا لعبنا طبعا واتبسطنا. اتعلمنا اللي احنا لما نجي نعمل اي تمرين رياضي او اي حاجة هندخلين نلعبها لازم نسخ. اوكي? والتسخين ده لازم يكون هادي في الاول. وبعد كده بيبدأ يبقى ايه? بعد كده يبدأ يبقى سريع. بس كده. طيب حنا قولي كابتن خالد ايه بقى بعد جناية الحلوة دي. شكرا 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 شكرا. هو نفس المعنى شكرا يا كابتن خالد. العفو. ويا ريتكم الاسباح جد دحك كده. شكرا جدا يا كابتن خالد. طيب انا قبل باي باي. باي باي. تعالوا تعالوا. قبل بقى ما نرجع مكاننا تانى. عشان لسه بنتخ مش موجود بردو. لأ بصوا هنا. نفتحوا كده داي. اوكي. عايز اقول لكل صاحبنا اللي شايفيننا دلوقتي. اول حاجة انا اسف على صوتتي. انه انا اعمل دايقة وانسا معايا اصلا. افتكروا انه ان شاء الله احنا اعمل عيد مليهات لبنتخ قريب. فعايز افكركم كل صاحبنا اللي عايزين يحضروا معينا عيد ميلاد بنتخ. يبعتو لنا من دلوقتي اه 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 رقم المسج بتاعنا اللي اسم اس. ويكتبوا فيها الاسم والسن. ويكتبوا كلمة عيد ميلاد بنتخ. عشان نعرف ان دول هما اللي عايزين يحضروا عيد ميلاده. حيبع عندو سبع سنين بنتخ. شفتو? شفتو? اه اه حيبع عندو خلاص سبع. طيب احنا كل اسبوع بيبع عندنا مسابقة. المسابقة بتاعت الاسبوع اللي فات فيها حمزة صاحبنا حمزة. وصاحبتنا مروه من القناة راحت علشان تديله الجايزة بتاعتو. فهلو نشوف حمزة بقى وهو بياخد جايزاتو. يلا بقى كلمة عود مكاني اولاد. ماما سالمة. يا فانتخ. ازايك عامل ايه? صباح بقول لي يا فانتوهي. اخباركو ايه اصدقائي. قلبي. صباح الخير يا مروه. قلبي. فالمة صباح الخير يا بنتخ. وصباح الخير على صحابنا الحلوين اللي بتفرجوا علينا. وصباح الخير على صحابنا اللي كسبوا معانا. حمزة زاكي حمزة. الحمد لله. قل لي فاكر السؤال. اه فاكر. كان ايه السؤال? من عالم العالم المشهور. اه? اللي فات بقى عايزة النبل. وكان مين بقى? جاوبت ايه? احمد زاويل. برافو عليك. دي الهداية من بنتخ. قلبي. قل لي بقى هتلايف كيندا بيها? اه. هتلعبي يا كيندا معا? اه. تلعبي ايه بقى? اي حاجة. جيمس? اه. تلعبي جيمس? اه. فاكرين كلمة بنتخ الشهيرة ولا لا? ايه فاكر. ايه ايه? قلبي. ايه عايزة قولي بقى عايزة تطلب ايه من بنتخ ايه؟ اه نانا اروح معهم في الاستوديو. ايه لا ما يا ايه ما ايه ما بتقول لك لازم باداء. انت عايزة تطب منهم ايه? اه. ايه. اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه عايز تحضر انت كمان عاد ميلادو؟ اه مرسيب ده كان حمزة اللي كسب معنا السناء الأسبوع ده عودة ليكو في الستوديو يا ماما سالما شكرا يا مروة ألف مبروك يا حمزة ده أختك الجميلة كندة صح؟ مم مبروك يا حبيبي ولعبوا بقى بالتابلت بس ما نطولش كتير يعني في اليوم علشان أنينا أجازة بقى يا ماما سالما مش أجازة نس السنة يعني هو احنا بنحافظ على نظرنا في الدراسة والأجازة لقى نهيس بقى ما هو نهيس بقى بس عندنا حاجات كثيرة قوي ممكن تتعامل أه بل مين نوجه عنينا يعني صح مفروض أصلا التلفزيون والتابلت والموبايل وكل حاجات دي متاخدش أكتر من ساعتين في اليوم ونوع بعيد عن التلفزيون طبعا طبعا يا بانت ما انت شطر يا بانتو شعبتي بقى طيب بمعنانة لوازي جبنا سرعة المسابقة وشوفنا حمزة وهو باستلم التابلت بتاعه الجيزة بتاعته طيب تعالوا بقى نشح باسم الفيس في مسابقة الأسبوع اللي فات عشان يستلم تابلت برضو الأسبوع اللي جاي بشكل عشوائي بشكل عشوائي طبعا دي الأسامي اللي بعتولنا الإجابات والسؤال كان بيقول من هو مخترع التلفون صح؟ بالضبط ده كان السؤال طيب يلا شوف بس مين الكسب واحنا هنسأله بقى جاوب ازاي أخد دي يا ممسال دي قادر بسم الله ردوة ردوة ممضوح رقم موبايل أخره تساعتين ستة من الجيزة ألف مبروك يا ردوة هنكلمك يا ردوة دلوقتي عشان نتأكد انك هارفت انك فوزتي معنا نتفق معاك نجيلك إن شاء الله من الجمعة الجاية عشان تتلمي التابلت بتاعك وألف مبروك يا حبيبتي هو تلع مين بقى نشوف كمان جاوبتي إزاي لأ هنسأله هي بقى مش نوكيا ده أعلان جا أعلان التلفون يا بنتك التلفون اللي كنا بنتكلم فيه في البيت زمان انت يمكن ما وعيدش عليك بس عندكم تلفون في البيت مشوف ولا في الأفلام القديمة بقرس كده الزمان بقى بس هو التلفون البيت لسه موجود لحد النهاردة لكن اتمدنا بقى على الموبايل كبير دلوقتي فقا لحد ما الواحد صباعه يوجعه من القرس ده طيب نقول بقى كمان سؤال مسابقاتنا الجديدة علشان صاحبنا اللي عايزين يكسبوا معينا إن شاء الله كم عدد أيام شهر يناير اللي عارف الإجابة من هنا ما يقول شي اللي عايز يجاوب هيعمل إيه يا بنتك هيتسل على 0900-92005 من أي تلفون أردي تمام أو من الموبايل على 22005 تمام أو يبعت رسالة بالإجابة على 970 ويكتب فيها اسمه ويكتب بنتك جميل ويكتب بنتك فزيع وبلوف روشياكة مفيش بعد كده هيكتب كل ده في المسابقات اللي حيبعت اسم إيه بالإجابة على المسابقة حيكتب طبعا إجابة المسابقة وحيكتب اسمه والمحافظة بتاعته طيب طيب السؤال اللي احنا قلنا كم عدد أيام شهر يناير 29 يوم ولا 30 يوم ولا 31 يوم محدش من هنا يجاوب اللي عايز يجاوب حيعمل الطريقة اللي قلناها دلوقتي هم هدين خالص يا ماما سلم مش بيتكلمه طيب تليفون ردو مقفول لو فضلنا لغاية آخر حلقة معرفناش نوصل لردو حنسحب اسم تاني لازم نتأكد على هوا ان اللي فاس معنا عارف ان هو في اسم حطيه في الشاحن حطي التليفون في الشاحن يا ردو المفوض انه اللي بيبعت إجابة بمتابعنا يا ردو لو شايفنا يلا دلوقتي يفتحوا المقفل خلاص احنا كده قلنا كل حاجات المسابقة عايز سألكو انتو بقى سؤال سؤال ايه ماما سلم ما فيش حدوتة ولا ايه لا ما فيش حدوتة النهاردة بس احنا معنا بصراحة انت الوحدك حدوتة يا بنتخ واللي عملته ده حدوتة الوحده كم في زمان أمير جميل اسمه الأمير بنتخ راكب حصانه وطالع يعمل مغامرات رهيبة مفيش انا ممكن ارتجلك حدوتة طب بقولك يا بنتخ اسمك اذا شهرزال تعرف تعرف ايه عن الاتيكيت نعم سيد المدرسة المشغمية تعرف ايه عن المنطق تعرف ايه عن الاتيكيت تعرف حاجة يعني اه طبعا الفارخة بتجيب اتيكيت تغيرين كده كتير اتيكيت اتيكيت جنب بعد كده بيبقلونه مصفر وساعات بيبقى بنلونهم كده نعلم ديهم اخضر فاسب دي كاتاكيت كاتاكيت اه انا بكلم عن الاتيكيت اتيكيت ايه ريك اتيكيت حد يعرف الاتيكيت دا المدرسة دا صعبة ايه ايه اه ايه 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 هاجر ايه هاجر ايه هاجر ان احنا مفروض نسمع الكلام وبردك عالي يزود شوية يا جل مش سماعيك كويس معلاشا ان احنا ايه مفروض نسمع الكلام واي حد مفروض يخش يقول للفضل اه يعني لأ انا بس كلمة الاتيكيت نفسها يعني ان احنا ايه ان احنا يبقى عمي الزوق مثلا وليه كده يا فاطوم انه يغلق الكبير لما نغلق فيه نقوله اسف ونسمع كلامك كبير وما نزعق يعني برضو ان احنا يبقى عندنا برضو زوق صح دي الاتيكيت هو الاداب الاداب اللي عمل ان احنا يبقى عندنا اداب ويبقى عندنا زوق ونتعامل مع الناس بشكل لطيف تمام قولي يا عل احنا يبقى تقول ايه اش عايز عزيز خلاص دلوقتي شاستو طيب تمام معنا ترفون مين يا هنه صباح الخير ايه انا بحبك اوي انا كمان يا هنه بحبك عندك كم سنة اه ام خمسة ونوص عندك خمسة ونوص ازايك يا هنه عندك كم سنة كل سنة وانت طيب يا بندة كل سنة طيب ايه ده اوه ده ان صاحبنا عارفين اعيد ميلادك كمان ايه ده انتو عارفين اعيد ميلادك ايه ده انتو عارفين اعيد ميلادك منتك اقرب فعلا قلبي قلبي تأثر جدا بصوا انا مش حاوز يا جماعة هدايا غالية يعني اي حاجة بسيطة انا حوافق عليها احاوز يا حاجة اوه انا بتفرق عليك على طول وانا بحبك اوي يا هنه ما عارف اغني طيب يلا غني يا انا يلا يلا غني معاك اغني ايه اغني اغنيıyه اغني 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 يه عارف يه ح لーン يه ح ولل العالم كثيرا 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 في الهواء احسنتي يا هانا احسنتي شطورة يا هانا خالص مرابو عليك يا احسنتي يا هانا احسنتي يلا اتنوري يا هانا كل صاحب اللي عايزين يطلقوا معينا هيتصلوا على 22-05 سيبوا اسمهم وبياناتهم وحنرجع نكلمهم ونزبط معهم ما عايز يجوا فيه هانا ان شاء الله شكرا يا هانا يا حلوة كلمينا كل اسبوع غنلنا اغنية لا ليش يا حبيبتي سلام ماما سلم شربت ينسون تعيب شربت والله ينسون وشربت نهناع وشربت شيء اخدر طب شربتي هتذكرون يا رايك ما في القلش لا قلش جامل قاوي يا ماريام انقذيني قلبي الله خير يا ماريام صباح خير عملة ايه الحمد الله عندي كم سنة خويسة ماريام اسمعين ان التليفون من فضلك واتفي التليفزيون خالص اه خليه على الارض كده قليلي بقى كلمينا منين انا من ضميات ضميات الله عندكم ايه حلو في ضميات اه المشابك المشابك صح انا عايز مشابك بقى صح اه عايز كله مشابك ايوه عايزين مشابك مشيه اتفقنا مناسبة عيد ميلادي ممكن اقول الحال اتفضالي اتفضالي اه 31 لا حل ايه حل ايه حل ايه الحل احنا قلنا نقوله ازاي اتفقنا اتسأل على التليفون اوه هتبعتي الحل في رسالة في رسالة مع اسمك واسم المحافظة اتفقنا ميش ميش يا حبيبتي شكرا يا ماريومة كلينا تاني شكرا يا ماريومة ما تنسيش المشابك عندي فيكم بقى لعبة انا كنت بقى لعبة وانا صغيرة ام محمد محمدا نركز مع بعض بقى محمدا نركز مع بعض بصوا بقى في لعبة انا وانا صغيرة كنت بالعبة مع صحابيك كنت أحباها جدا 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 اسماها أوتوبيس كومبلي أوتوبيس كومبلي انا معرفش اسمها كده لitous كده على فكرة الغيث النهاردة مش فهمة ليه اسمها كده بس اللعبة دي انا سقولكو حرف وانتوا كل واحد قدامكو ورقة صح وعندوكو قلم طيب كل واحد ينسي الام انا هقول لكم حرف ايوا وانتو تكتبوا في الورقة دي اسم بنت واسم ولد ايوا واسم حيوان او نبات او بلد حيوان او نبات او بلد او بلد بالحرف اللي انا هقوله ده اتفقنا وان خلاص اول يكتب التلات اقول خدوا بيس كمكة اتفقنا وانت يا بانت خايز ده معنا خشي معا يلا يلا خد يا بانت تفضل تفضل انا هقول حرف واتكتبها تقول اسم بنت واسم ولد واسم حيوان او نبات او بلد اي حدا من التلاتة هاي زي ايه بقليش على بالعربي لا بالعربي طبعا مش هل اسمها بالانجلس احنا مصريين وبنكتب بالعربي البينامج بتاعنا عربي واشان قلنا توينكل توينكل لتل ستار يلا اتفقنا يلا بينا اتفقنا حرف سين سين مين انا خلص اول يا بلا هاي بها هاي بها هاي بها هاي بها سين بلاوية سين سرجين سرجين ها المعالم سرجين تكتب انتا ها لا مش عرفك تبال مين خلص بلد او حيوان او نبات يلا اخذ يا بنت خلص انا بلك عسى القلم داي بقع هاي خلص هيقول يا عمر سبال خير هاي بها خلص يا غر واح النوم عامل ايه واح النوم عامل ايه كوي الحمدلله الحمدلله عندك كم سنة يا عمر تسع عندك تسع سنين وانتبعان على طول تتفرض على طول اه اه لسا دقدمت程 ع صحي من النوم ليس صحي من النوم طبعا يسوي الايه ها انا ببسوط اولي انا بكلمك شكرا يا حبيبي شكرا يا عمر شكرا جدا اخبار المطرة عندكم ايه في مطرة في اسكندرية اه انت في اسكندرية طيب كويس والله احنا هنا معندناش مطرة احنا هنا من نفسك كويس عشان الجو اسكندرية كمان قصعب كتير من هنا من القاهرة اه انا بحبك او شكرا يا حبيبي شكرا قوي يا عمر ايزاك تبع الحلقة النهار ده ضروري تفعنا شكرا يا عمر عشان هنكلم عن الاتيكيت نكلم عن الزوء او 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 الاداب العامة انها هو اسم الاتيكيت برد الاتيكيت مين خلصت قولي يا هجر انت اول واحدة خلصت قولي ايه لسا خلصت خطرت بس الاسامي قولي انا احنا نكتب اسم هجر عالة الاول انا بايس اول هجر نسمع صحابنا نسمع بعض قولي يا هجر وعليه صوتك شوية جنس كتبت كتبت اسمين قولي انت واحد والد لا ما احنا قولنا اللي يخلص التلاتة هو ليقولي اوتوبيس كومبليت طب قولي اللي كتبتين كتبت سلمة وكتبت سانير سلمة وسمين تمام قولي يا فطوم انا كتبت سابرين كتبت سامي طيب سابرين بالصد سابرين بالصد سابرين مش سابرين صح صح يبقى سابرين بالصد وكتبت ايه في الولد سامي سامي كتبتي حاجة تانية؟ عشية الأسامي لا ما كتبتيش بلد ولا حيوان ولا نبات أكتب حيوان ونبات؟ ما أنا أقول لكم بلد أو حيوان أو نبات يالا قولي يا فروحة سلمة وسليم وسان فرانسيسكو سلمة وسليم وسان فرانسيسكو أوكي محمد سان فرانسيسكو كتبتش أي حاجة؟ لمحافظة لي ولا أي حاجة؟ خلص؟ طب دعنا سلمة هو قدامك كده سماح طب ما قلتش ليه قول صاحبك خالص؟ خالص؟ صحابك في الفصل مفيش حد بحرف السين؟ مفيش سعيد؟ ولا حد بابا بحرف السين؟ فكر كاشواتي ولي يعني؟ سامح أيوة؟ سامح سعودية الله سامي يا السلام برابا عليك إيه علي مجنون كتبتش ما كتبتش حاجة؟ إيه ما كتبتش؟ يعني إيه ما كتبت؟ لأ ما فيش حاجة سماحة ما كتبتش لازم تحاول ها؟ كتبت سامح الله؟ مجانا ديني البلد هو أنت بتقولوا ما كتبتش وترجعوا تقولوا أسامي دي أيوة يعني فيه واحدة بس اللي ما كتبتهاش اللي هي إبل البلد؟ إيه؟ لسه البلد بلد أو حيوان أو نباد أه؟ ممكن تكتب سمكة مثلا أيوة طبعا أول حرف فيها طيب يلا حرف تاني حرف تاني ياريت كله يكتب اللي تعرفوه كتبوه تحته؟ تحته؟ حرف تاني أهو تحته؟ أي حاجة مش تفرق؟ بنتوخات الورق كلها في ثلاث أسامي ولا إيه؟ يالله نحنا كنا بنابت ورا نكتب فيها للحروب كلها أي حرفي اختار إنت حرفي يا بنتوخ أختار حرف البي ها؟ جلالة 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 ألويا يارا يارا ألو صباح الخير صباح النور كنت زيك يا يارا عاملة إيه؟ الحمد الله حمد كم سنة؟ تسعة تسعة سنين؟ وبتشوفينا على طول يا يارا؟ نعم بتشوفينا على طول؟ أه بتحبي إيه في البرنامج؟ غير بنتك بحب بنتك وحضراتك برافو برافو يلا خلاص الصراحة طب وليلي وليلي اسم بنته اسم ولد بحرف البي بصراحة يارا اسم البنت بطة واسم الولد باسم باسم؟ طب وليلي اسم البنت تانية غير بطة عشان بطة تدلع بطة ده ممكن نخليه في الطيور باسم باسم يا سلام برافو عليك يا يارا مش عارف انت نسيتي اسمه مهمة قوي بحرف البي وانا مش عايزة تكلم بنتك بنتك دلعك مش عايزة تكلم يا يارا مش عايزة تكلم يا يارا شطورة جدا يا يارا برافو عليك يا حبيبتي كل سنة وانت طايل يا بان وانت بصحة والسلام يا قلبي بنتك عيد ميلاده يوم 12 فبراير لسه قدامه شوية بس انا بقولكم من دلوقتي عشان نعمل المفاجئة نعمل المفاجئة بتقول ايه يا مفاجئة تقول ايه لا ولا حاجة حاجة بيني وبيني المهم يعني انا مشكورة جدا يا را عطيفونك وكلمينا كل اسبوع يلا اقولولي كتابته ايه شكرا يا حبيبتي ها بترتيب بترتيب يلا يا جهاجة كتابتي ايه واللي انت كتابتيه كلانا كالبزة يا بعض اللي انت كتابتيه بطة وبسمة وبسمة بنتخ وبسمة وبسم كمان لا البطة بطة 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 وبنتخ لا بطة وبسم بطة اه اه اوكي تلات حاجة براف براف عليكي بسملة وباسم كمان الروح بسمة وبنتخ بسمة وهو بسمة باسما باسم وبسمة خليه قهة سبيه هفرح فرح سبيه قول وثعبان ثعبان تبدأ بحطة الحرف الايه محكي قول ثعبان اولح حرف ايه الثق !-ثق ! اههсп حارف الثا اهه هي فيها بيه فعلا بس ده مش اول حرف عايزين حاجة بقى اولها بيه بتبدأ بحرف بيه جرب كده غير بطة خلاص بطة بطر في حاجة تانية اقولي اخي بصمة 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 بنتخ وبنتخ وبطة وبرده ماشي ممكن بقرة بصمة وبطة برضو بطة انت كتابت ايه بقرة 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 صح باسم وباسم وبطة وبطة يا جماعة مش فاقول الكوبي والبيست اللي انا باخدودة من بعض كلنا كده نلقل من بعض كل واحد يفكر في حاجات غريبة عارفين لما قلنا بنعب اللعبة دي واحنا صغارين كنا كل اسم من دول بناخد عليه رقم وفي حد في الاخر بيجيب رقم اعلى من التاني يعني مثلا كلنا بقى خمسة بنلعب مع بعض طيب كنا كل واحد يفكر في الاسمي الغريبة عشان محدش غيره يبقى كتابها لان لو فيه اتنين كتبين نفس الاسم بياخدوا خمسة ما بياخدوش عشان فاهمتو قصدي ففكروا دايما في اسمي يبقى محدش غيركو كتابها اتفقنا اتفقنا فاختار حرف تاني يلا حرف حرف الح الح يلا الح يلا 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 لا افكر يا حمد مفيش حاجة نعمل دي لازم تفكر فكر يا محمد يلا 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 فكر في صحابك للفاصل هم فكر في الناس التي تعرفهم ايوا فكر في حيوان او بلد او حاجة من اكلها تبقى اصلا النباتة يلا اقول انا اقول انا معنا تلفون اقول ايه فكر يا بنت خلا حرانكش حرانكش ها صحيح امو سلمة وانتي اوي بقلك كتير ما اتكلمتش او عشان كنت تعبينك سلام دي يا ملوك وحمد الله على سلام تأتي سلام عليك يا ملك دو صابر في اسكندرية لك ازايك يا ملك ازايك يا ملك ايه يا قلت كولسان طيبه قالت لك زيك قالك كويس الحمد لله وحشتيني يا ملك بقلك كتير بشك تتكلمي كل سنة وانت طيب وانتي طيبه يا ملك وحبيبة عامل ايه ملوكة كويس يا مو سلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي خلوا بالكو من نفسكو بعشان جاو في اسكندرية ساعة قولينا بقى ولد بحرف الحق حاتم يلا يلا لا اسمه ولد بحرف الحق ولد بحرف الحق صرح هاتم هاتم بربو عليك هاتم بربو عليك وابنت حبيبة حبيبة طبعا اختي اوكي ده بتعرفي اسم بلد او حيوان او نبات بحرف الحق اي حداغ مثلا اكلة ايه حمام حمام يو دابر طيور هاتم شغل او شغل اه ربع لجي شطورة يا ملوكة شطورة شطورة جدا يا ملك انت تلعبي اتوبيس كومبليت جيبي درجة عالية اوى شكرا يا ملوكا عايزة تغني النهاردة؟ وقدرها أغنيه مش محضرة أغنيه اوكي أسبوع الجاي حضاري أغنيه اتخاذنا؟ اي 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 اتخاذنا ميش يا حبيبتي شكرا يا ملوكا كلمينا تاني وبوصل يا حبيبة حاول سلام يا حبيبتي يلا قولوا لي يلا قولوا يلا يا ملوكا كتبت حمامة حمامة واحامة واحامة وإيه؟ حمامة حمامة وإيه حمامة وإيه؟ انا مش سمعيك يا رجل كتبت بها حماد لا حمامة 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 ولد؟ مبينة وإيه؟ لا مبينة معرفة كتبت بنت أوكي وكتبت إيه تاني؟ وكتبت حمام وكتبت حسامة اه حلوة بروب يارف التوم حبيبة وحسام اوكي بس فروح حازم وخنان وخمام رابو محمد حمزة حمزة اوكي ها حمير وايه همش سمع الله حمير الحمير حمير حمار يعني مش لازم حمير كبير وحمر كبير اوكي وايه تاني حبيبة وحبيبة رابو محمد حبيبة وحمزة وحمامة حمامة يا علي حمام وحمزة وحمد اوكي ها شاكر يا علي شاكر جدا نقول حرف كمان ولا احنا كده خلاص لا دي خلاص لا لا يعني رد فالوم مختلف جدا حرف كمان لا خلاص لا خلاص خلاص كفائي طب حرف واحد كمان حرف واحد بس وحنعمله بسرعة خالص 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 اتفاقنا يلا حرف ايه ري ري هم 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 ما عرفش اسمه ايه وطبيسكو 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 ثانية فروح ما تبليت شو ما حدش ياخد مني فكروا 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 يلا يلا قولوا هذا بس كمبلي اوكي ها ها يلا فكروا بسوا يا بتايم يعني هاي ايه ماشي دياب الزب ايه الحمد لله بنتك هو اللي عيد ميلاده اقرب على فكرة هم بنتك عيد ميلاده فبراير اللي هو شهر اتنين اللي جاي وانا عيد ميلادي مارس شهر ثلاثة اللي بحث اه كمان ان شاء الله ان شاء الله انت عيد ميلادك كمتا؟ سبع في شهر سبع هم سيف لاندي عندك سبع سنين وعيد ميلادك في شهر سبع هم اه اعيد ميلادك في شهر سبع تسعة في شهر تسعة اوكي ايش يا حبيبين ايش طب تعرفت قولينا اسم خلصتو اسم ولد اسم ولد او اسم بنت بحرف الر اسم بحرف الر روان 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 اسم جميل برافو بوا اسم غريب لو حد كتب روان مش هاخدها اه انا بقولك هو طيب اسم ولد بقى شكرا ناوي يا مريوما على تليفونك يا حبيبتي هم رشدي شكرا شكرا لكي كلمين على الأطول سلام يلا قلولي حرف الر رشدي رم ايه ده ريهام ريهام ورمان ورمان اوكي روح وروح 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 ايه روح ده ايه اه اه بجد والله روح اوكي روح اه اه انا رمان رانا رحمة اوكي هو مفيش ولايك خالص والأثاني انا اوكي اقولي يا فروح رانيا ورحمن وروسيا رحمن في حد اسمه رحمن لا لا في عبد الرحمن اه هنالف مرسي حد اسمه رحمن اه والله اوكي محمد طب قولي كده اسم وروح فكر كده في واحد لعيب كورو مشهور بحرف الر ايوا مين بقى؟ اسم شهر مهم بنصوفي ايوا شهر بنصوفي روني روني اسمه ايه شهر روني ايه شهر اللي بنصوفي ايه شهر اللي بنصوفي ما تكتبش رمضان صبت رمضان رمضان ايه اسمه؟ رفع عليك شفت بقى؟ يلا اخذ رقية 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 يا سلام رقية هي و رمضان و رمضان و كي و روما 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 برافو عليك رام رحاب و رمضان و روما رحاب لا رهام رهام و رمضان و روما روما برافو عليكو انتو شطرين جدا 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 و كتبت روما ماشي يا محمد في قفى يليا كالتوى نفسوكو بقى؟ كالتوى كالتو يليا doio اي طة انتو شطرين جدا اللعبة دي انا ب Rihebawi ممكن تلعبوها بقى مع صحابكو في المدرسة دي بتبقى لطيفة جدا ايوا يعني بس طبعا في البريك يعني انا اخد الاجازة مش والحصة شغيلة كانت بسكوا العلم و الوراء بتلعبوها تفعنا؟ واضح ان الحديثة كنت بتعملي كده لا لا كنت تلحظت الفاضية والله صحيح؟ انا كنت شطورة اولاي؟ يعني كنت ملتزمة يعني اولاي زي زي في اخر الاسم؟ بناخد اخر حرف من الاسم ونبدأ اسم تهي اه دي بنعملها في الاغاني بقى بس الاسم اللي بتغاني بشور المدرسة ايوا واحدة شغالها وصدر عبوها بستودنت لايب تانيب وشايف سوري تايفين عندنا حاجة اسمها اكتيفتي بنعملها في المدرسة في العنشطة يعني اه اوكي يعني بتلعبو زيها كده بس طبع بنفس الحظ اوكي طيب حلوة اللعبة؟ اه ميلا ميلا طيب احنا اتفعنا ان احنا نعرف ايه يعني طيب والاداب العامة اللي مفروض دي بقى عندنا كلنا 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 ممكن كل حد فيه كله موقف صغير جدا جدا هو ايتيكات بالنسباله او زو مم موقف بسيط جدا بسرعة حد يعرف طيب تعالوا نشوف صحابنا بقى ردوا علينا لولنا ايه لما تعلقوا انا بس الان لاجي اشرب الشربة باشرب الشربة بقى عمل صوت كده وانا باشرب الشربة لا دي انا هكلمت عن اداب الطعام دي انا ملاح لقى الوحدة اه الشربة بقى وكل الحاجات طيب تعالوا نشوف صحابنا قالوا ايه وحنا رجع تانيسة النوم هل نشوف صحاب يعني ايه كلمة اتكاد ماشي الكلمة دي قبل كنت خالص مم بش خالص 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 انا معرفاش بس اسمعتها من نورك يعني ان احنا يمسك الشوكة بطريقة معينة ويمسكها بطريقة معينة كتاكيت كتاكوت اتشي كات ماشي هتفع كتاكيت لعني؟ مم تمشي مم تمشي مم نفعش انا كل بنا ومنعمل بها بلونة كبيرة خلط مم تمشي وانا نشرب اشربها اشربها كده اشربها كده اه كنا صح مم انفعش اتكلم وحرك جد كتير مم نشوف حد كبير ونقول له حضرتك لو انا عايز حيث اقول له ممكن ومن فضلك رمبقى في الفصم وحط شكله على دسكاله دن تجد الكلامة اللي هو حدنا سيدينا هداية أو حينة نقول له شكرا ما ينفعش قاعد وحط رجلها على الصفرة على المكتب مصحيت من نوم مليتش شكل ملاعق عا تبقى كارثة كبيرة ممس كده مضطر ناكل بأيدينا مكرونا بتتاكل بالشوكا والمعلقة بتتاكل بالرز يا أولدي يا بنات أو فرفشه أسفة أو أسفة دي ثقافة أو حاجة مهمة جدا جدا تكون عندنا كلنا متظهر سوري لما نغلط سوري أيوة أو أسف العرب العرب معنات الوقتي بقى صحبتي شامايل مهي خابلة الإتيكات صباح الفول يا شامايل صباح النور يا سلمة أزايك حمد لله أهلا 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 إزاي حضرتك عاملة إيه مخضير مخضير إيه يا بندق وبنقات يا بندق نحنا بصراحة حضرتك نورتينا خالص على الآخر شربي إيه بقى جماعة حدي يجيب لنا حاجة ليشرب أهلا وسهلا أهلا إيه إيه حاني أمام سلمة سمع صوتك دلوقتي عامل إزاي إيه صوتك من ثانية واحدة كان عامل إزاي أتخضيت قلت بي فيها إيه دي بس أنا برحب بالضيفة طب رضي حضرتك عليه بقى برحب أنا مش هرد مش هرحب يا بنتخ إحنا مفروض ما بنقطعش بعض يا بنتخ صح؟ أمام سلمة بتتكلم ما نعليش صوتنا ما نقطعش حد كبير هو بيتكلم صح؟ هو الصوت العالي ده مش حلو؟ لا مش حلو ونرفع إيدنا على فكرة قبل ما نتكلم في حد كبير بيتكلم هو ده الإتيكات؟ آه هو ده الإتيكات آه هو ده الزو خلينا نبدأ من الإتيكات إيه بقى إتيكات الأطفال الأصلي طيب خلينا ننشيل كلمة إتيكات ونقول إن إحنا إزاي نتعامل مع بعض حل وإزاي نتعامل بزو إزاي ما حدش يزعل مننا إزاي نتكلم الأكبر مننا وإزاي كلنا نعرف نتعامل مع بعض الطريقة حلوة وحادش يزعل مننا إزاي ها؟ إزاي طيب خلينا نتفق على شوية حاجات لأسف لنقول لحد اللي عماني حالي الغلاط نقول له آسف صح؟ طب حلو أول نسبة آسف الغنوة اللذية اللي اسمعنيها بالعربي والإنجليزي مع بعض عشان بكل لغة نعلم سوري وآسف الأغنية دي بتقول آسف ولما قلت أسفة البنت لما قلت أسفة للولد وهي يعني أصداها هو قال لها لا أنا مش زعنان خلص طيب؟ صح طيب إيه بقى؟ أهم حاجة إن إحنا نعتزل لما نبقى غلطانين يعني ما نعتزل لو أنا مش عامل الحكة غلط ما اعتزرش إن ده غلط غلط لازم أبقى أعرف إن أنا غلطان واعتزر خلاص؟ حاجة بقى مهمة قوي طالما أنا هاعتزر لازم ما أكررش الغلط صح لإن مالوش أي لازمة أو مالوش أي معنى إن أنا أعتزر وفضل أكرر نفس الحاجة اللي بتزعل اللي قدامي يبقى أنا كده ما عملتش حاجة ومقررش الكلام ده تاني فده مهمة قوي وبعدين كلنا بنعتزل لبعض الصغية الكبير والكبير للصغية صح مش هتفرق خالص بالزبط فلازم نعمل كده كلنا قد في كلمة مهمة بقى برضو قلتيها دلوقتي ولازم نخلي بالنا منها جدا إن إحنا ما نقررش الغلط أنا دلوقتي لو عملت حاجة غلط وقلت لللي قدامي أنا أسفى ان أنا عملت حاجة غلط يبقى لازم أن أ بقى حاسة فعلا من جوين إن أعملت حاجة غلط اني بعدي الموقف او مش ان انا حاسس ان انا فعلا غلطان بالظب وزي اول حاجة اتفقنا هي لازم يبقى مهتأكد ان انا غلطان لكن الافضل اعتذر عشان اجامل حد او عشان خاطر ما زعلش حد ده غلط فعلا غلطان صح صح طيب يا ما نعتذر وما نعليش صوتنا ايوه ونقول حضرتك ونعليش صوتنا خلاص ونرفع ايدنا ونرفع ايدنا لما نبقى عايزين نقول حاجة بالظب ولازم ما ينفعش ندخل على بابا او ماما او حتى اخونا صغير الاودة من غير ما نخبط يا بنتك اه ما خلاص بقى يوم سلمان عرفت غلطتي انت كنت تعمل كده اه 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 دي حاجة كده عابرة كده حاجة عابرة لازم اي اي اودة مقفولة هدخلها سواء على حد اكبر او اي اي حد لازم اخبط قبل ما اتخل الاودة دي ما ينفعش افتح الباب اتخل على طول نستأذن بقى لازم نستأذن بالظبط كده وبعدين لو احنا عايزين في الكلاس في الفصل في المدرسة وعايزين نتكلم عايزين نسأل المثل لازم نرفع ايدنا ما يفعش نتكلم كده على طول طبعا وما يفعش ناخد دور حد لو احنا واقفين مع بعض في لاين او في طابور في المدرسة ما يفعش ان انا عدي اخد دور حد وكلام ده برضو لو احنا مثلا مش تري حاجة ووقفين قدام حان عشان لحاسب لازم نقف نفس اللاين بتاعنا ما نعديش حد ولو حد على فكرة أخذ دورنا حتى لو إحنا صغيرين من حقينا أن احنا نقوله من فضلك أنا كنت واقف قبليك بالضبط إلا لو لحد ده راجل كبير أو حد تعبان أو حد بيحتاج أن هو يبقى قبلي ساعتها أنا من نفسي مفهودة أقوله اطلع أو اتفضل حضرتك الأول تمام تمام يا سلام ده الواحد لو شدت تصلي كده ممبسوط بيه جدا ياريت وكلام بسيط خالص تعاملوا كده أورا لا محمد محمد أسحا يا محمد محمد نعم تعاملوا أم لا إيه نعم ما يتتعمل كده يا ردوة أين تتعمل؟ ايه يا حبيبي ما تحب تطلع؟ طيب طيب ده ردوة صاحبتنا اللي فازت مع هنا اللي اختارنا إسمعي يا بنتك معانا على التريفون ألو 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 أزيك يا ردوة الحمد لله ألف مبروك يا ردوة على الهدية برافو عليك الله يبارك في حضرتك يعني شوف هتبتقولي حضرتك شوف الأدب يعني ما إني نفس النهى بس بتقولي حضرتك قلبي تأثري هيدا قلبي يا ردوة نعم أنت لسه صحيح حالا صح ايه صح صحي كده معي ليش قوليلي أنت سنة كام سنة خمسة سنة خمسة عملتي ايه في اللي امتحنت الحمد لله انجح مبروك شوفت بقى هداية النجاح شوفت هداية النجاح بقى قوليلي يا ردوة ايه السؤال اللي انت جاوبت عليه تلعى مزبوط مين اللي اخترع على الموبايل جرهامبل مين اللي اخترع على التليفون الموبايل غير التليفون يعني التليفون غير التليفون المحمول ده حاجة جرهامبل برافو عليكي برافو عليكي شطورة خالص مفلاش نوكيا يعني نوكيا اخترع على الموبايل طيب يا ردوى إن شاء الله يومك جمعة جاية حبيبتي هنيجي ونديلك الجايزة بتاعتك التابلت وتتبصي بي إن شاء الله في الأجازة تفقنا؟ تفقنا ألف مبروك يا ردوى سلام الله يبرك بحضراتك مع السلام حضراتك حلو حضراتك بقول لحديدك بقى يا ماما سلمة أنا افتكرت موقف بمناسبة المدرسة وحريك بديتكلمي معاه وكده كنا مرة تلعين الفصل وماشيين في طبور كده ففيه ولد زميلنا كان س Bronco وكان سرحان فاي كلنا مشو يا شمال هو مش يمين كده فأنا بصيت عليه وقعت بص بص اللي مشو آخي بلده وعدتها اضحك قاوي انت مش مركز يا جادة لاترك عليك حاجات ي يا جادة يا بان ده حرم عليه هعت تتاريه عليك يا جامد بس و ها اضحك ده هو يعني ولد وشه بقى أحمر كده و زي Hug ما عرفش ليه فتك نجي فن الطريقة لحد انهم نهزر! انهم نهزر! انتم ايه رأيكم؟ بنتك اعمل حاجة صح او حاجة غلط? اه! اعمل حاجة غلط ليه؟ عشان الطريق على حد! بالضبط! ما ينفعش للطريق على حد! ولا نضحك على حد! ولا نضحك على حد! باب عليك يا محمد صح! وبعدين انت ممكن بالراحة جدا كنت تروح تقول له تعالى معايا! خلي بايلك تعالى معايا احنا ماشيين كده! ولا تضحك تضحك عليه واتضحك عليه الناس كمان! مش حيبي يا بنتك! بس كانت حركة لطيفة يعني! لا يا مش لطيفة! هي مش حركة لطيفة! هي حركة سغيفة! والله يعني هو زائل كده! وحرام! يعني مش لازم تحط نفسك مكان صاحبك! بحب حد يعمل معاك كده! الفعل لو حصل معايا الموضوع ده انا هداء جدا! صح! شفت بابا انتك! صح! انا غلطان! بعتزوله على هوا باعشان يحس له! لو انت حاسد انه غلطان! اه! ما تزعلش يا اشرب! ما تزعلش يا حبيبي! يعني يا اشرب! ما تزعلش! ما تزعلش! طيب الحاجة مهمة جدا برضه ان احنا نفسنا مكاني الناس! بالضبط! لازم نحس بمشاعر الناس! الحاجة اللي تزعلني يا بنتك! ما عملهاش في حد! اتفقنا! يعني لابن فكر الاول! قبل ما عمل اي حاجة! لابن حاجة دي! حتزعلني انا ولا لا! لو حتزعلني يبقى ما عملهاش! ما عملهاش في حد! طب انتك لو انت حتزور حد من اصحابك! هتعمل ايه! هتزور ايه! ولا بلاش! نسأل فرح احسن! ليش اقولك بيعمل ايه! ايه! هجيب له معايا في جاتو! هنجيبه دي يا صوت! طبعا هتروح هناك تاكله! كله! هو لازم يقدملي منه! ما هتقول ياخده هو يشيله! انا عارب بقى! عشان كنا باناك دايما الحاجات اللي انا بحبها! انا لازم يقدم لك منه! بس انت مش اللي بفرد تاكله كله! بجيب الحاجات اللي انا بحبها! عشان لما قدمنا اخدها بقى انا اخدها! هتاخد حتة بس منها! مش هتجيب وردة! وردة! الله! او ليجيب زرعة على فكرة بتبقى حلوة قوي! حلوة قوي! انا رايح هزور حد تجيبه معايا زرعة! قبل كده طعمه حلو ده! انت عايز حاجة تاكلها! اه! اه! وردة! لا! طيب! قولك ما قلش الوردة! بنتك هتتسل ولا حتروح تزور صاحبك ده على طول! اه! قبل ما تروح! لجيب الضوء بعد ذا اللي قالك تخش! اه يعني تخش! اه! ماان خلاش انا تعلمت موضوع خشي ده! هلقول التفض! تبقى سؤال مهم! هاتتتسل الواقع? هاتتتسل الواقع? اتصل الاول عشان تزور صاحبك ولا هتروح تخبط عليه كده على طول اه لا صحيح اتكلم الاول لا لازم اتصل طبعا صح اتصل هوين فانروح نطبع لحد كده اصلي لا ماينفعش خالص انا فكرة اي حد مهما كان قريب ماينفعش حتى لو اختي حتى لو مامتي بالضبط حتى لو اخواتنا مثلا هم متجوزين وعايشين في بيت تاني مع قصرتهم ماينفعش ابدا ابدا يروح لأي حد كده خالص ماينفعش خالص وما نحركش حد صح صح طيب لو انا خبطت عالباب انتو عارفينك مفوط نخبط كم مرة عالباب ثلاث مرات مرافو مرافو يا محمد ايش يا طريق والله انت شاطر هم عرفت ازاي انت فوقت يا محمد فق علينا محمد صح مرافو عليك احنا بنخبط ثلاث مرات صح ولو صاحبنا ده او صاحبتنا ما فتحت لناش الباب هنعمل ايه هنروح مم مش هنقبط نخبط كتير على الجرس مم طيب هنجيب معه نهه دية مرات هنجربة جرس ثلاث مرات اللي مش فاضحه هنرجع translation بالزابط كتير برافو هنجيب معه نهه دية مم صح طيب هنقبط بقه تور اليوم عند صحابنا هنقبط شوية صغيرين صغيرين نقبط انت بايه تقريبا ساعة ساعتين حلوة قوي ساعتين حلوة قوي ولا حسب القاعدة يعني صراحة يعني هو يعني هو على حسب بقة علاقتنا به حسب يا بختي من زر وخافي سبع سنين ومدعكت ما عندك سبع سنين أكيد ماما قالتها مرة قلت يا بختي من زر وخاف يعني لو حسيت أن أصحابك تعبوا خلاص يب أنا لازم أقول أن أنا عايزة روح صح؟ لحسيت أن الناس تعبت آه طبعا خلاص أعود برحتك أنا برضو في موقف تاني حصل معايا قدم دايما بيقولي أن يلا نعب كرة بعدما أجيله كرة عرطول كده طب أنا دلوقتي لعبت مع أصحابي باللعبة بتاعتهم عجبتني اللعبة عين فراوح بيها؟ لا لا خالص لا أنا أسأله حبيبتي ولا أسأله حبيبتي يا شامياء والله تتكلمي عن اللعبة أدري أقولك ما أنت خامل إياه بأخذت هدوم وامت كلها أخذت هدوم مش لعبة جالي هنا بهدوم جليل وقال لي شوفتي معا قلت لها الهدوم عجبتني بديتها وساعة وندارة وكمان تنتكت كريمة قوي وإنت كنت كان اسمها إيه من ست اسمها تنت أميرة بي تأميرة بقى كريمة كرم يا فزيع صاحبت مامتك بوص على خدهم مامتك والجاتوك الجميل ملفية بحب الملفية وانا مرمي يبقى ما ينفعش اتفاقنا إن إحنا ناخد لعبة من عند أي حد خالص نلعب بيها ونسبها طيب لو أنا أصحابي جولي البيت وانا عندي لعب هعمل إيه معاهم باللعب دي؟ هلعب هلعبهم بيها صح يا فاطمة برافو عليك برافو بسأل صاحبي ممكن أخد اللعبة بديه بيقولي أوكي على صور لا إنت مفوض ما تسألش إنت لو عايز لعبة معينة ممكن تقول لي مامي بعد كده ومامي حرة تجيبها لك أو لا لكن ما تاخدش لعب حد سألتها من قبل ومش لقيها طب خلاص يعني الواقع ممكن تجيب لعبة تاني بس أنت صورها بالموبايل وبعدين عندما تنزل مع ماما بروح وقول لي ماما عايز تصور واحدة زي دي طب إحنا ممكن نقول حاجة حلوة قوي لو إحنا عايزين نستلف حاجة من حد دلوقتي محمد مشنق اللعبة طلب إن هو يستلف من صاحب اللعبة دي هعمل إيه في الحاجة اللي أنا خدتها دي استلفت حاجة هدعين أخذ بروفو بروفو يا فرح بدنا خلها يستيكسر ونرجحت مفوحة أحافظ عليها دي حاجة مهمة جدا وهم حاجة بقنا نرجعها بالزبط ماخدهاش لها خالص لأ أنا زودها له تماما ورجعها سليمة بروفو عليك وانت بتغثر الحاجة كهو عليه أيوة صاح نحن ممكن نستعير من بعض أو نستلف من بعض القصص أو كتب لازم نحافظ عليها كويس جدا ونشخبطش فيها نحافظ على الكتاب ونرجعها تاني نخلصها أول ما خلصها نرجعها طب لو إحنا بوزناها أو قسرناها أو الكتاب تقطع أو كده هنعمل إيه نشتل واحدة جديد برافو عليك يا فاطب لازم نبدل أو نجيب حاجة مكان الحاجة اللي إحنا بوزناها ونقدمها في معادها يعني اتفقنا أن إحنا هنستلف حاجة لمدة يومين ثلاثة يبقى لازم نرجعها في نفس المعاد اتفقنا علي برافو عليك بخبري النظام للت عشان يقولي خدها مش عايزها بخدها فوريفر لا مش حاجة اسمها خدها فوريفر هزين بقى من عملش كده تاني يكون مش عايزها الحاجات مش عايزها بقى تاني آه ممكن يكون مكسوب فعل منك ممكن ما تعملش كده تاني ممكن طيب ماشي يا محمد طيب في حاجة كمين الروح الرياضي طبعا يعني ايه روح الرياضي يعني لما تنحن عنده روح الرياضي اللي هو آآ يكسب يعني آآ بعدل مش بغش برافو زي كارز زي ايه كارز يعني الاخذة الخبط آآ الأذرق والأذرق القصر أيوة واسمه ايه راحة وادها تاني هو التاني هو التالت طيب بصوا بقى خلينا نتكلم مع بعض لما نيجي نلعب لعبة مع بعض مسلا نلعب كورة كولنا مع بعض في النادي ما نزويتش عم دي جينا ما نزويتش عم دي جينا نسلم على بعض نبنت حلوين خالص ونسلم على بعض صح كده برافو أنا سلمت عليهم انت برافو عليك طب لو أنا الفريق اللي خسر أدخالي واسع الوعية وعمل مشكلة لا عادي عادي احنا مرة نكسب ومرة نخصف مش لدي صح طب بمناسبة ان احنا نسلم على بعض هل ينفع ندخل الفاصل الصبحة واي مكان وما نسلمش على حد كامل لا ندخل نصبح على بعض ونسلم على بعض ايوة صح انا مرة دخلت السينما سلمت على الناس اللي قاعدة كلها بالزبط طب لو احنا داخلين الكلاس وفي أصحابنا مجموعة كبيرة قوي همشي على واحد واحد أسلم عليه لا مش لازم لو في مجموعة كبيرة ممكن أسلم على الناس كلها سلاموا عليكم احسن حاج ندخل مكان كبير في ناس كتير سلاموا عليكم يا جماعة احنا كده 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 نسلم عليكم كلهم مش كده طب لو أنا عندي واحدة صاحبتي واحدة بس وقالتين ما شفتهاش وعيدة أسلم عليها هسلم عليها ممكن ساعتها بيدي صح؟ لا واحدونا كمان واحدونا اه بس لو عندها بادي لا بادي سلام عليكم بس على طول طب فرح تعرفي زي نسلم على بعض طيب بصوا بقى فرح هتسلم علي كده هو ما ينفعش يا جمان نسلم على بعض ونفضل نعمل إدنا كده هنتقبله أكيد بنتخ بيعمل كده صح؟ بيعيف جزي بنتخ بيعمل كده سلم عليها بنتخ كده أهلا بلاش كده با كده بس أهلا واسه أهلا طيب ونبص في عين بعض ونبقاش معاي موبايل بلعب بي أو ما بصش في وشي لقدامي وسلم علي لا ولازم نقف وإحنا نسلم على بعض أي حد كبار أو شغيري لما نيجي نسلم على بعض مفروض النشكلة تقوم تقف وتسلم على بعض تمام دائما نبقف وبالوحيط اللي بفتح الباب طب يعني طب انت ببص بجد ينفع تتكلم وانت بعمل كده نا مش اتي كده مش كده نا طيب ونتكلم مع بعض نتكلم كده بقى كده ينفع سلامتك حمالي سلامتك يا حبيبي ألف سلام عليكم برسي جدا جدا يا شاميه بجد وشكرا جدا على الحاجات اللذيذة اللي قلتها لها النهاردة رب وكل صاحبنا إن شاء الله يتعلموا منها إن شاء الله ودالبعد يعني نروح نشوف ولك صغير كنعيز ياكل تعال نشوف بقى طلب الأكل من مامته ازاي ازاي شكلك كده جعين طب يلا بينا نطلب من ماما الأكل ماما أنا جعين هاتيلي أكل حالا خبتني انت شايفني دي أحسن طريقة تطلب بيها الأكل من ماما؟ لا طب تعالوا نديله فرصة تانية ونشوف لما يفتعمل الكلمات السحرية هيحصل إيه؟ ماما ممكن تعمليلي أكل من فضلك؟ طبعا يا حبيبي دلوقتي أنا هعمل لك أحلى ساندويتش في الدنيا أيوا كده شفتوا بقى كلمة من فضلك بتعمل إيه؟ ما ننساش أبدا نقول كلمة من فضلك ودلوقتي بعد ما ماما عملت الأكل هنقول إيه؟ شكرا يا ماما شطور دايما لازم نقول من فضلك وشكرا دي كلمات سحرية وما ننساش كمان نشكر ربنا ما في حد طلب منيها المساعدة ومش هنقدر نساعده علشان إيدينا بتوجعنا زي البنوتة اللي شفناها دلوقتي بنقول أنا آسف زي ما تفعل أن فيه كلمات سحرية زي شكرا أو من فضلك أو آسف أو لو سمحت كلمات دي كلمات سحرية عشان تتخلي اللي قدامنا يبقى مبسوط من الطريقة اللي احنا بنتكلم بيها عندنا كمان دلوقتي بقى إيه؟ غير الكلمات سحرية عند دلوقتي؟ فكرة سحرية مع سحر سمسم كلنا جاهزين؟ كلنا جاهزين لأ علصوتك وجاهزين؟ كلنا جاهزين زي كبانتك؟ عامل إيه؟ أنا تمام الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي قلنا ننفخ هنا بسرعي لننفخ راح يتفن العصاية بتاعة تستنوا؟ يميلة دي فاضي ولا مليانة؟ فاضي عنا ربنا يسطل يا رب باين ايه ده؟ في أرنب والله يا ريت ايه ده؟ عصاية تانية ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ منين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ خدت المين؟ هيا هتعمل ايه محمد؟ اكتر واحد شائن نهارده أيوا وريني كده يا محمد والداني قبل محمد سقفة جبيرة ج Gottes مرات لا عشاويني الكورا دي؟ ده إذا الله 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 إذا إذا اه نختار مين؟ حاجش يعمل كده اقوله حاجش يقلد الحاجات دي في البيت لان احنا متضربين على حاجات دي كويس وكما حاجش حط حاجات دي في بقه خالص طبعا اوكي؟ طبعا طبعا يلا يا علي تعال هات ايه دك؟ اه علي شايف المنديل ده؟ او ما قول واحد اتنين تلاتة تنفخ على المنديل هتلعب سحر جاهز؟ واحد اتنين تلاتة انفخ راح فيهم؟ بقولك يا علي طلع منديل من هنا لا دورت ملك يا علي مخدود لي كده طب طلع ايدك كده علي هان يا علي وريلي ايه ده يا علي ده؟ ايه ده يا علي ده وريم ان اخيرك يا علي ايه ده؟ ايه ده؟ دي سقف لعلي سقف الجييرة يا ده يا علي مخدودني شايفين المنديل ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ايه ده ايه 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 اه ايه ايه اه اه شايفين الجورنال ده؟ اه؟ اه ارأيكم نحاول لابل لاشرباط او اي حاجة نطلوبة ده هنتفرج عليها نفسي الجورنال نعمله ارتس وربنا ياسكو المغرق لي ناشي الدنيا ما هو النابل الستوديو اه ربنا يصطف يا خبرة بيض ايه ده اه جاهزين نشوف اللبن مع بعض جاهزين نشوفك يا خوفين ايه كده هو راح فين عديده نجعل اوكي ايه ده ايه ده ايه ده هو راح فين استنوا كده يا خبرة بيض ايه ده ايه رأيكم نقلب نقلب الله ايه ده ايه رأيكم جيب اللبن تاني يلا جاهزين يلا يا لبن تعال بسرعة واسمع الكلام يلا ها 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 كيش حاجة ايه ما بقى يلا يا لبن تعال اسمع الكلام يلا يلا وتكسفنش ايه رأيكم كيش حاجة لا اللبن بينزل لازم نقوله الكلام السحر بتاعنا يلا هوكي سبوكيش يا كلاني ما طليت على بسرعة ووو اه طرابرة اه اه انا هوريكوا لعبة دلوقتي بس اوع حد يقلدها في البيت اوكي جاهزين جاهزين اه انتو جاهزين؟ دون نايمين مش جاهزين جاهزين كلنا جاهزين شايفين الترابيزة الجميلة بتاعتنا هنقول عليها الكلام السحر بتاعنا بوكس بوكس شاطر يا بانتا اللي هيحطن ايه ده ايه ده ايه ده ايه الترابيزة تبعير بجد ايه ده بحلق بجد ترابيزة غريبة واجيب ايه ده هنقول اللي بتسميت موبا لا بس غريبة جدا ايه ده ايه حطره موناطيس تعالي اوفي قدامي هنا بوكس بوكس جاهزة؟ ارفعي معي واحدة 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 براحة 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 جاهزة ركزي معي ركزي ارفعي ترابيزة بتائرة واو ماسكة كويس؟ اوكي نزلي واحدة 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 برافو يا فاتنة برافو يا فاتنة بسقف لها سقفة كبيرة اه واخدوا بالكم ايه برافو السقفة الجميلة برافو السحر سيمتم برافو السحر سيمتم احشان يا لون هذه الحبلة الحبلة الوحيد في الألعاب السحرية بيسمع الكلام اقول له يبقى عصايا يبقى عصايا على طول يلا نشوف مع بعض يلا يا حبل بسرعة أبقى عصايا يلا يا حبل ايه دا ما اسمعش الكلام اسمعش الكلام استنى كده يا بنت Credit يلا اسمع الكلام اصدقاءنا هيتحقوا علينا تسفنش واحد برافو شكلاي شكلاي هبرا جدابرا يا استاذة هبرا جدابرا برافو فوقي هنا قولي هف واو ايه العجين اوه ايوه طبعا انا عرفكم تعالي يا فرح حريفة اوكي هنشوف الموضوع ده دلوقتي ما كنتم برحو هفل يا� Dec جهزة تلعب لالعاب سحرية اوكي ده رقم كام ايدي فاضية ولا مش فاضية هذا اخد بالك هنا مش موجودة ثلاثة ولا هنا كمان مرة رقم تمانية ايدي فاضية ولا مش فاضية طب يا الأنفخي على الثمانية قولي الله امشي يا ثمانية أنا أمشي يا ثمانية هنا الغموة هنا عموة راحت فين؟ طيب أنا يأتي أنا ما رحستيش ما رحستيش؟ نا هنا متأكد؟ يعني هنا؟ مش حاجة الحاجة مش هنا ما لاحك فين؟ لاحك فين؟ حفة يا أنا هربية نسقف لها سقفة كبيرة يلا قاعدي شكراً شكراً أه تعالا تعالا هاتقيد بصوا يا كوتشينا كامل جاي أمامك ها؟ آآ بقول لك أنا كنت تعمل الحركة دي تاني؟ اهو ايه دا؟ بقول لك انت اسمك ايه؟ أحمد طلع لي الكوتشينا اللي اختفت من عندك جوه يا حمد أمامك؟ عندك جوه يا جوه تجيبك يا أحمد ولا ايه؟ طب سيجيبك اللي اه مفيش حاجة؟ هاتقيدك كده؟ امسك الكوتشينا دي ارفع راسك لفوق قريني ايهه دا يعمل؟ ايهه ايه ايه دا؟ ايه دا؟ ايه دا طلع طلع كل دا؟ طلع اطلع بلاش حركات يب ببراًبا براًبا السحر شمسك براًبا ايه مفيش تاني؟ بساقف نساقف كبيرة براه شاطر يا حمد تاني مرة باتبقاش تخبي كوتشينا مين هيتفرق بقى على اللعبة اللي جاية? يلا بينا. كلنا جاهزين? كلنا جاهزين. دا كانت واحد ولا مش واحد? واحد. بقى فاضي ولا مش فاضي? فاضي. جمعين دول جمعيني. ايه ده? حاجة غريبة قاوي. فين السفة الجميلة. اه كلنا بقى نتجمع عندي هنا يلا عشان هنلعب كلنا اللعبة السحرية دي. اخر واحدة. اه اخر واحدة يا ماما سالمة ممكن. دعوه كده ايو 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 هناك جد. جمبي انا جمبي انا. يلا جاهزين? شايفين المنديل ده? ايو. انا بقول واحد اتنين تلاتة كلنا ننفق على المنديل هنلعب سحر. جاهزين? يلا واحد اتنين تلاتة. بوو? ايوه. سعبة جغيرة. انا يخسينك سعبة جغيرة. سعبة جغيرة. تلين مغفوضين? يلا. قلو لكم انا عايز ان شاء الله مرة جاي نشوفكو. وبطل شقاوة. انت في الزات. ونقول لي ماما سالمة نقول لها شكرا. لا انا عايزين نقول لي ساهر سمسون ايه شكرا. شكرا يا ساهر. شكرا يا ساهر سمسون. طيب بصوا بقى احنا دلوقتي نستنعكم ان شاء الله يوم الجمعة الجاية الساعة 9 ونص الصبح وعايز اقول لكم على السر اللي بيني وبينكم اللي عايز يحتر عيد ميلاد بنتخ يبعت ميسج دلوقتي على الرقم بتاع الميسجز بتاعنا ويكتفيها اسمه وسنه وكلمة عيد ميلاد بنتخ عشان نعملوا عيد ميلاد حلو قوي قوي ومعيد ميلاد اتفاقنا يلا بينا ناخد الهداء بتاعتنا يلا بينا باي باي نلعب سوا نضحك ونغني ونرسم بالالوان نعرف ايه بيفدنا ونسمع حواديث زي زمان نحب بلدنا عالتنا صحبنا ونتعلم نفتار انتم بكرة الجاي وشمسو انتم احلى نهار اتزمعوا حوالينا وهاتوا لعيلك وفر وصفر واشربوا لبل الصبح الطازة وافتروا احلى فطار جمعوا بس نسعة ونصف هيتقمعد معانا والشقر طول الاسبوع ماما هتجيبوه هنا ويا انا يولد يبانات يبانات ياولات انا مسلمة وفندة ايوة انا 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 سكوا فوقوا بربيش اوه بربيش